نشط أخبار الثانية والربع من سلطة لبنان مع تحيات دعاء حمصي نوال ليشع والمخرج رودريك نمنوم عنوين والنشرة اهتمامنا اللبناني مستجد بالعرض الكهربائي الألماني وسزار أبي خليل الوزارة وسيمونز تفقوا على التعاون من خلال الأطر القانونية تعميمنا لي وزير الاقتصاد يمنع صاحب المولد تقادي تعرفة مسبقة أسبوع التأليف من دون توقعات بالخرق على الرغم من ضخ هبة تفاؤلية مصير الصحفي جمال الخاشقجي ما يزال غامضاً وتركيا تطلب السماح بتفتيش القنصلية السعودية الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24 على 24 شركة كهرباء زحلي وعدت وفيت رح نضوي ليل نهار مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله كهرباء زحلي دايماً نحو الأفضل الهمس الدائر عن أن الحكومة قريبة ليحمل هذا الأسبوع الترياق الحكومي أقل حتى اتضاح صورة الحلول للعقدتين الدرزية والمسيحية وعودة المسؤولين من زيارات خارجية تقود رئيس الجمهورية ميشيل عون الأربعاء إلى أرمينيا والوزير باسيل في مهمة رئاسية إلى الكويت والأردن لتسليم دعوات لقمة التنمية الاقتصادية التي يستضيفها لبنان في كنون الثاني المقبل وفي الانتظار لبنان عالق في فكي كماشة الاستحقاق الحكومي المراهن على مهلة الأيام العشر المعلنة من الرئيس المكلف سعد الحريري والاستحقاق الاقتصادي المراهن على تفعيل فرنسي لمفعيل مؤتمر سادر والإصلاحات المطلوبة ولسيما معالجة العجز في مؤسسة كهرباء لبنان أزمة الكهرباء شهدت اليوم تطوراً تمثلاً في التهدئة بين وزير الطاقة سزار أبي خليل وشركة سيمينس بعد الانتقادات التي وجهت إليه على خلفية الاستخفاف في التعامل مع عرض الشركة وجاء الاجتماع مناسبةً طرحت فيه الشركة الألمانية مقاربة لتحديث قطاع الكهرباء في لبنان وفي انتظار أن يتبلور مسار العرض الألماني وجدية وزارة الطاقة في الأخذ به أو رفضه وقع وزير الطاقة مرسوم الاعتماد الإضافي لشراء الفيول على أن يوقعه لاحقاً وزير المالية البداية من ملف الكهرباء ونتيجة الاجتماع بين وزير الطاقة سزار أبي خليل ووفد من شركة سيمينس للبحث في عروض جديدة خاصة بملف الكهرباء التفاصيل مع تاريس خوري ضحض وزير الطاقة والمياه سزار أبي خليل بعد الاجتماع الذي عقده مع شركة سيمينس كل الأقويل التي سيقت بحقه وبحق الشركة المسكورة واعتبر أن شركة سيمينس لم تتقدم لا بمشروع ولا بعرض إنما تقدمت بمقاربة وأفكار لحل أزمة الكهرباء اليوم كان عندنا اجتماع جد إيجابي مع فريق سيمينس سيمينس قدمت مقاربة لتحديث السيستم اللبناني عبر القطاعات الفرعية فيه من الإنتاج إلى النقل إلى التوزيع وحتى الجباية والوزارة وسيمينس تفقوا على التعاون من خلال الأطر القانونية والإدارية المعمول فيها بالدولة اللبنانية لتطوير هذه الأفكار من أجل مصلحة اللبنانيين أبي خليل قال إن هناك اجتماعات متتالية ستعقد مع الشركة المذكورة لبلولة هذه الأفكار ليس ما تصل الأمور إلى حلول مرتجات وتسلك المسار القانوني لها من وزارة الطاقة والمياه ترزل خوري صوت لبنان وفي سياق كهربائي آخر أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميما يتعلق بالتدبير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة وتقضي بمنع صاحب المولد من تقادي تعريفة مسبقة من المشترك لأن التعريفة الشهرية يجب أن تكون مرتبطة بكمية الكيلو وات التي تم صرفها وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية وفي حال كان صاحب المولد قد قبض تعريفة هذا الشهر يجب حسمها من قيمة الفاتورة في نهاية الشهر على أن لا يأخذ مجددا تعريفة مسبقة في خلال الأشهر المقبلة ولفت التعميم إلى أن صاحب المولد يتحمل كلفة العداد وتركيبه بينما تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد إبراز الفواتير اللازمة المديرة العامة لوزارة الاقتصاد علي عباس تحدثت لبرنامج نقطة على السطر عبر صوت لبنان عن وجوب تحديد تسعيرة العادلة لتحقيق التوازن بين المستهلك وأصحاب المولدات تسعيرة اللي بتحطى وزارة الطاقة من رائب على أساسه وهذا المطلوب مننا آنوناً وبمجب قرار المشت الوزراء بس هي صلاحية تقعد معه ونتفاوض لأنه هي عند الخبراء اللي فيهن يعملوا دراسات قدي بيكلف الكيلوات ليسعروا على أساسه فبالتالي هون إذا كان نرفعت التسعيرة ونحط العداد لحتى تكون عادلة من هون إجا المنطق اللي بقول أنه لازم هذه طالبة فيها وزارة الاقتصاد أنه لازم يكون فيه مبلغ مقطوع أول الشهر هذا نسقنا فيه مع وزارة الطاقة لأنه نحنا كمان هالكطاع لأمن الكهرباء ما بدنا يشتغل بخسارة نحنا ما عنا مانع لأنه هلأ وزارة الطاقة كمان نحكينا نحن وياها أنه بعد هالشهر لما بيتركبوا العدادات رح يرجعين عمل دراسي على السعر إذا كان عم يخسر المولد أو لا إذا عم يخسر أكيد لازم ينرفع شوي السعر وإذا لأ عم يربح لأ بيكون عادل السعر نحنا بدنا نوصل للسعر العادل لنكون في علاقة متوازنة بين المستهلك وبين صاحب المولد أكد رئيس جمهورية ميشيل عون أن العلاقات اللبنانية الكندية تزداد وثوقا بفضل التعاون القائم بين البلدين وأبناء الجالية اللبنانية الموقمين في كندا الذين باتوا جزءا أساسيا وفاعلا من المجتمع الكندي وتناول عون في خلال اللقائه رئيس مجلس العموم في كندا جيف ريجن والوفد المرافق مسألة النزوح السوري مشددا على ضرورة العودة الأمنة رئيس مجلس العموم الكندي أكد من جهة حرص بلاده على سلامة لبنان واستقراره لافتا إلى أن كندا ستواصل تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي تحددها الحكومة ويغادر رئيس الجمهورية بعد غد الأربعاء إلى أرمينيا لترأس وفد لبنان إلى القمة الفرانكوفونية ويضم الوفد المرافق الوزراء جبران باسيل رائد خوري وأفاديس كيدينيا وسلم وزير الخارجية أمير الكويت دعوة لحضور القمة التنموية الاقتصادية التي ستوقع في لبنان في كنون الثاني المقبل ونقل باسيل تحيات الرئيس عون إلى أمير الكويت الذي حمله بدوره تحياته إلى رئيس الجمهورية واعدا بأن يكون أول الواصلين للمشاركة في القمة التنموية الاقتصادية في غضون ذلك يفترض أن يتحرك الرئيس المكلف سعد الحريري من جديد ويتوقع أن يجري لقاءات مع كل من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ثم مع الرئيس نبيه بري أيضا قبل اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد عودته من ياريفان الجمعة المقبل لتقديم صيغة جديدة للحكومة الجديدة وأجر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العراقي برهم صالح مهنئا بانتخابه لرئاسة الجمهورية ومتمنيا له التوفيق والنجاح في المهمات الملقاة على عاتقه للنهوض بالعراق وشعبه نحو الأفضل وأملا في زيادة التعاون بين لبنان والعراق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وفي المواقف أمل النائب بلال العبدالله في حديث لإذاعتنا ولادة الحكومة قريبا مبديا تخوفه من عقبات اللحظات الأخيرة العنوان الأساسي الأبرز هو استعداد كافة القوى السياسية للتسويات ولتسهيل تشكيل الحكومة أكيد ضمن ثوابت المعلنة هناك ثوابت معلنة تحترم تجد خبات نيابية وتحترم حقية التمثيل حفاظا على روحية التمثيل لكافة القوى السياسية أخذين معا الاعتبار أكيد الظرف السياسي الأخليلي والمحلي والذي تطلب بعض التنزلات وبعض التسويات اعتبر النائب لنعون في حديث لإذاعتنا أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري سيواصل اتصالاته لتشكيل الحكومة بعدما بات إطار الحل متوفرا وبقي التشاور على بعض الحقائب بالوازنة هذا الأسبوع ممكن يكون مبلول بحكومة جديدة إذا صح القول هل هذا يتوقف على تقدم الرئيس الحريري في مفاوضاته هذا الأسبوع الحاسم بالأخر هي أكيد إذا الرئيس الحريري حسن الأمر سيكون من الحكومة النائب محمد رعد غمز من قناة السعودية من دون أن يسميها قائلا إن الذي يعوك تشكيل الحكومة في لبنان كان قد مارس اعتقالا لرئيس حكومتنا من قبل وإذا سأل ما المصلحة في الصبر على هذا الأمر مشددا على أن مصلحة لبنان تقتضي الإسراع في هذا التشكيل واعتماد المعايير الواضحة المنصفة للقوى السياسية التي تمثل الشعب اللبناني حقيقة دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الخميسة المقبل لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية ومشروع قانون يرعى شركات التوظيف الخاص وآخر يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة زار وزير الصحة غسان حصباني المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لشرح تفاصيل عمل الوزارة في ملفات عدة تعزيزا للشفافية وتسهيلا لعمل القضاء وسلمه مستندات رسمية تضحض المعلومات المغلوطة التي نشرها بعض وسائل الإعلام والسيم المتعلقة منها بالسقوف المالية للمستشفيات وبأهلية توزيعها التي هي بمثابة وسيلة إرشادية للتوزيع وعقب ذلك أقدم إبراهيم على إقفال الملف تم تأجيل جلسة المرافعة في دعوة القوات اللبنانية ضد الـ LBCI إلى يوم الجمعة المقبل على أن تكون جلسة إصدار الحكم في السامن والعشرين من شباط المقبل مجذولين عيد السامن والعشرون من شباط 2019 موعد الفصل في النزاع القائم بين القوات اللبنانية والشيخ بيار الداهر على ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال بعد مضي 11 عاما على دعوة استعادة الملكية فقد أرجأت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني إلى يوم الجمعة المقبل في 12 من الحال جلسة المرافعة بعد استمهال محام نعوم فرح وكيل الظاهر للإطلاع على المذكرتين المقدمتين من النائب جورج عدوان بوكالته عن القوات اللبنانية إحداها من 100 صفحة ولتمكين الطبيب رئيف البستاني أحد ملكي الألبيسي من المشاركة فيها عدوان تحدث بعد الجلسة عن سابقة تتعلق باستعمال محطة للترويج الأعلاني بسلسلة تزوير حقائق كما قال أنا بعتقد أنه اليوم عملنا إنجاز كبير لأنه بعد 11 سنة من المماطلة والتهرق وطلب أنه تنحي قضاة ولوايح ومستندات وكل هالأمور يلي بتدل أنه الظنين ما عنده بين إيدي شيء يصبت ما يقوله درنا نحدد أخيرا نهار للحكم بـ 28 اثنين وأنا بعتقد هيدا إنجاز بسبب هالمماطلة التويلة العريضة يلي أخذت 11 سنة يلي ولا مرة سايرة وقصة العدلية المحامي نعوم فرح قال نعمل للوصول إلى حكم النهائي ببراءة الشيخ بيار الظاهر وشركة الـ LBC ونستخدم كل الوسائل القانونية لإجلاء الحقيقة يلي بيستعمل الأنون ما بيكون عم بيماطل المستغرب أنه عادة الجهة المدعية هي الجهة بيسموها الأكثر عجلة وهي لازم تسهل وتسرع بمواقفها المحكمات اليوم بتقديمهم هالمذكرة بجلسة المرافعة هم تسببوا بتأجيل الجلسة يعني فيما يتعلق بالمماطلة والتأجيل أكيدا مش نحنا لأنه المدع عليه بده بأسرع وقت يوصل للحظة إعادة الاعتبار وتبين الحقيقة رئيس مجلس إدارة الألبيسي بيار الضاهر أعلن قبيل الجلسة أنهم اليوم في جو جديد كنت بنتظر من دكتور جعجع يعني يكون شوي أمين بالنسبة لا تاريخه ولا الوقائع اللي صارت خاصة أنه هو يعرف تماما أنه أنا لدي وسيء من هذه المرحلة سواء مكتوبة أو بالفيديو اللي بتضحط كل شيء اللي قاله آخر عشر سنين في ختام الجلسة طلبت القاضي أجوني من الإعلام عدم مساعدتها في شيء كونها مطلعة على الملف ولديها الوسائق والمعرفة القانونية التي تلجأ إليها مجد لنعيد صوت لبنان تتواصل المعالجات لاحتواء التوتر في بلدة الفرز البقاعية بعد الإشكال الذي حصل على خلفية إقامة نصب تذكاري لشهداء القوات اللبنانية بعدما تدخل نجل النائب ميشال الضاهر لمنع إقامة هذا النصب بحجة أنه قريب من منزله ما أدى إلى تضارب بين مناصري الطرفين تخلى له إطلاق نار في الهواء وتم اليوم إطلاق صراح رئيس مركز القوات اللبنانية في الفرزل يوسف سيدي في حضور النائب سيزار المعلوف وجورج عقيس بعد اجتماع عقد في مبنى محافظة زحلي أوقفت مفرزة بيروت القضائية طبيبا من الجنسية السورية وزوجته لقيامهما بعمليات جراحية تجميلة دون أي معايير قانونية أو صحية تم إلقاء كنبلة صوتية على أحد محال الصاغة لصاحبه نور حسون في الأسواق الداخلية في ترابلس وقد حضرت قوة من الجيش والمعلومات لرفع البصمات المعارضة السورية هل أنهت انسحابها من إدلب بعد الفاصل في معاشات المساء اليوم الاثنين إلى أين يتجه الوضع السوري بعد نشر المنظومة الدفاعية الروسية وأي تأثيرات مرتقبة لزيادة العقوبات الأمريكية على إيران ولبنان الجواب مع الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي الأحمر معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع أعداد مديريات الأخبار تقديم دعاء حمصي فرح أسمي ميشيل حجل عمري 24 سنة معنا من مرض اللينفومة اللي هو سرطان الزرد اللينفوية تعلاجت لفترة خمسة شهر ورجع المرض عوض عن جديد فعلاجه الوحيد هو أن أروح لأمريكا وأعمل لعلاج لإسمه ميشيل حجل بمعركتك مع المرض ونضالك من أجل الحياة نحن معك طلبت تركيا السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول فيما يتعلق بقضية السحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وكانت تركيا قد استدعت السفير السعودي بالأمس وفق ما أفادت وكالات رويترز وفي تقرير نشرته صحيفة الجاردين البريطانية أن تركيا بدأت تمارس الضغط على الحكومة السعودية بشأن اختفاء خاشقجي وأشار التقرير إلى أن الأخير قتل على يد فرقة موت أرسلت من الرياض وذكرت وكالة أم بي سي نيوز الأمريكية أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي راجع سفارة بلاده في واشنطن لاستخراج الأوراق التي حاول الحصول عليها في تركيا إلا أن السفارة أخبرته بأنه يجب عليه الذهاب لاستصدارها في اسطنبول وقد أسار هذا الطلب مخاوف خطيبته من أنه قد تم استدراجه إلى فخ حسب أحد أصدقائه وعندما وصل إلى اسطنبول وراجع القنصلية طلب منه الموظفون العودة في يوم آخر وهو اليوم الذي اختفى فيه ونقلت الوكالة عن مصدر ديبلوماسي تركي أن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وتم إخراج جستده في صندقاعدة استكملت فصائل المعارضة السورية المسلحة سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح التي اتفقت عليها تركيا وروسيا في إدلب وكانت الجبهة الوطنية للتحرير وهي جماعة معارضة سورية مدعومة من تركيا قد قالت إن سحب الأسلحة بدأ منذ يومي نائب وزير الخارجية الروسية قال إن إدلب في نهاية المطاف يجب أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية مؤكدا أن مذاكرة روسيا وتركيا حول إدلب يتم تنفيذها والأجواء تغيرت إلى الأفضل في هذا الوقت أعلنت الداخلية التركية مقتل 23 إرهابيا في عمليات أمنية داخل تركيا في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سورجي لابراف ونظيره الإيراني محمد جواد ضريف بحثات تعاون في مجال الطاقة عبر اتصال هاتفي وتبدل وجهات النظر أيضا بشأن القضايا الدولية والإقليمية وفي سياق النمتصل بدأت البنوك الإيرانية بتطبيق العقوبات المصرفية على الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات الأمريكية ونشرت وكالة فارس وثيقة تظهر صدور تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع الأفراد والكيانات التي شملتها قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا وخصوصا وزارة الخزانة الأمريكية واعتبرت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري أن تطبيق هذه العقوبات على الكيانات المحلية والدوائر الداخلية يعني تجاوز الخطوط الحمراء للنظام والخضوع للعقوبات الدولية أكد الكريملين أن هولندا لم تقدم أدلة على اتهام روسيا بالقرصنة المعلوماتية وكانت الخارجية الروسية قد استدعت السفير الهولندي في موسكو على خلفية الاتهامات بالقرصنة المعلوماتية يواصل الجيش الإسرائيلي عملية مطاردة منفذ عملية مستوطنة بوركان من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من دون التمكن من اعتقاله وكان مستوطنان إسرائيليان قد كتل أمس وأصيب ثالث في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في المنطقة الصناعية أعلن الجيش المصري مقتل 52 مسلحا وثلاثة عسكريين في شمال سيناء أعلنت السلطات الاندونسية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأخير إلى 1944 قتيلا أعلن خفر السواحل الإسبانية أنهم أنقذوا في مياه البحر المتوسط في اليومين الماضيين حوالى 1200 مهاجر كانوا يحاولون على متن 30 زورقا الوصول إلى إسبانيا البوابة الأساسية للهجرة السرية إلى أوروبا ختام النشرة مع الأحوال الجوية الجو غدا غائم جزئيا بصحب مرتفعة مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا كان في هذه النشرة اهتمام لبناني مستجد بالعرض الكهربائي الألماني وسيزار أبي خليل الوزارة وسيمينز تفقوا على التعاون من خلال الأطر القانونية تعميم لوزير الاقتصاد يمنع صاحب المولد تقادي تعرفة مسبقة أسبوع التأليف من دون توقعات بالخرق على الرغم من ضخ هبة تفاؤلية مصير الصحفي جمال الخاشقجي ما يزال غامضا وتركيا تطلب السماح بتفتيش الكنسولية السعودية من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار